موسيقى نشكر زمينا سلطان الشامسي على هذه الجولة مميزة دائما في سوق الحراج نتعرف أكثر على السيارة الموجودة باختلاف أنواعها وباختلاف طبعا متطلبات الأشخاص اللي بحثون عن السيارة سيارة سيارة يعني قال لحك سلطان أبي سيارة شن؟ والله ودي شمال السيارة اللي كانت وراء السوداء المرسد هي على طول أنت أول ما بدين الفقرة على طول السيارة جمال شوف السيارة اللي وراء سلطان منك ما شاء الله كيد أنت عندك بيزات ويت من تشتريه ما تعرف جسيم كليوسة تمام مشاهدينا طبعا نعلم أن الأضداد غالبا تتجاذب والنظائر تتنافر إلا أن هذه القاعدة يمكن أن تكسر في حالات كثيرة أهمها الزواج فاختلاف طباع الزوجين أو توافقهما يلعب دورا هاما في الحياة الزوجية نتكلم أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع عن أوجه اختلاف وتشابه طباع الزوجين الرحب معنا في الاستوديو بالأستاذة عليا أحمد الحرمي مدربة معتمدة في مركز الأكاديمي للاستشارات الإدارية والتربوية صباح الخير أستاذة عليا صباح النور والسرور يا هلا مرحبا فيك وانهر يا هلا سهلا بلاتة أستاذة عليا خلينا نتكلم عن طباع الزوجين أو مرحلة ما قبل الزواج شو وين تكمل الأهمية في أن الشخص يعرف طباع الشخص اللي يرتبط فيه خصوصا يمكن قبل الهواء كنت نتكلم عن موضوع مرحلة الخطوبة غالبا وما هي اهتمامات الأشخاص المقبلية على الزواج في الفترة صحيح، أولا بسم الله الرحمن الرحيم نحن مثل ما نعرف أن مراحل الزواج بالناثر في مراحل المعدادين عليها مرحلة الخطبة تليها مرحلة الملتشة وبعدها مرحلة الزواج مرحلة الخطبة هذه أهم مرحلة من الزواج لأن هذه بداية لتخطير المشروع الحياة اللي هو مشروع الزواج فمحلة الخطبة هذه وفي بعض العوائل سمونا مرحلة تعارف يكون يعطون فرصة لكل من الطرفين أنهم يتعرفون على بعض بس من أي ناحية من ناحية دراسة الأطباع يتعرفون على أطباع بعض هذا شخص شو يحب وهذا شخص شو يكره هذا شخص شو ميولة شو تفكيرة فهذه المرحلة جدا جدا مهمة طبعا كل من الطرفين يحتاجونها وهذه المرحلة على كثر مائه مهمة على كثر مائه خطرة لأنه فيه وايد من الأزواج أو مثل ما نقول الخطيبين يهملون هذا الجانب الأساسي ما يدرسون مشروع الزواج هذا بجدية طبعا يتجهون للعاطفة والكلام الحلو والغزل وغيرها والمشاكل هذه المشاكل اللي لازم نحن نحطي لها حد من البداية يهملونها أو يأجلونها لما بعد الزواج وأساسا المشكلة إذا انهملت أو إذا تأجلت تتفاقم وتكبر بزيادة فأنا لازم أحل هذه المشاكل أول بأول مثلا على سبيل المثال عمل زوجة بعد الزواج هل زوجة موافق ولا لا مثلا فيه ناس ما يرضون حتى مثلا الزوجة تسوق فهي الأشياء لازم يكسبونها من البداية دائما نسمع نحن شسمها لا أنا ما عندي مانع واللي خاطر تسويه واللي هذا وهي تقول بعد ما عندي مشكلة أنا بتحمله دائما أنا أحبه وهو ريال زين وكذا فيتفاجؤون في بعد الزواج في الواقع أنه غير ما كان اللي كان في المخيلة يعني أن الحياة وردية وايد وأنا بسمح لها تشتغل وما عندي مشكلة والحياة طيبة مجرد ما تفكر بعدين يبدأ يفكر أنه لا ما باش تشتغلي يبدأ تبدأ الغيرة تبدأ يكتشف فيها طباع مثلا مختلفة لما يصير بعد الزواج سادة عليا أنه يكتشف هذه الطباع وما تعيب بعض الطباع أنه لا أنا ما باش تشتغل وهي تقول لا أنا بالعكس ما فيها شيء أنا متفقين من البداية ومش متفقين على المبدأ على المبدأ هذا لكن مثل ما تفضلتي كلام الحب وكلام هذا غطى على هذا الموضوع ما بعد الزواج بعد ما نكتشف أطباع بعض وتصير الخلافات كيف نقدر نحل هذه اللهم هذه الخلافات هو لابد من الاختلاف أساسا لأنه هي من بيئة مختلفة وهو نفس الشيء من بيئة مختلفة هم تمسك إبعادات وتقاليد وأنماط معينة وهي كذلك فلما يكونون تحت صقف واحد وتحت صقف الزوجية يصدمون ويد من المشاكل واختلاف الآراء اختلاف الآراء هذه أنا لازم أخليها أنها توصل للعداوة أو للكراهية لازم أستغلها للجانب الإيجابي كيف أن أنا أشوف شو اللي ينقصني وهذا شخص يكملني وبالعكس هذا هو الشيء الثاني مثل هذه المشاكل أنا لازم أنظر لها بإيجابية ما أنظر لها بسلبية لأن المشكلة مهما كانت كبيرة إذا أنا نظرت لها بسلبية رح تكبر بزيادة ورح تتعقد لازم أدور لها كذا حل غير هذا لازم يكون في أسلوب حوار من بين الزوجين والسلب حوار جدا مهم ويعتمد بأكثر الأهمية على الاحترام والتقدير هذا الشيء لازم يكون متبادل من بينهم لازم يكون عندهم توعية ثقافة بأن الحياة الزوجية ليس حياة عادية بالعكس هي نقل لنوعية كبيرة من حياة كانوا يعيشونها إلى حياة أكبر إلى حياة أعقد تتخلى لها كثير من المسؤوليات من المهام الواجبة على الطرفين تمام فحالات المشاكل هذه لازم يكون كل من الطرفين هادئ لازم كل منهم يتحلى بالصبر بالروية يكون متزن في قراراته وما يكون متسرع بالعكس يعطي فرصة للطرف الآخر بأنه يبرر بأنه يعني يتكلم فبعد هذه القرارات يعني يحاولون يحلون المشكلة بأبسط ما يكون وإذا طبعا ما قدروا يحلونها كانت المشكلة أكبر عن الطاقم ممكن يلجؤون للأهالي الأهالي طبعا ما بكل ما بأي فرد من الأفراد العائلة لا يختارون الفرد ذو حكمة ذو رأي سديد له يعني نظرة في الحياة خبرها نعم أستاذ عليا لو تكلمنا عن موضوع التشابه والاختلافات هل في أمور أساسية لازم أنا لما أفكر في الارتباط أو لما مثلا تكون هناك علاقة خطبة أركز عليها هل مثلا لازم يشبهني فكريا لازم يشبهني في الميول في الاهتمامات وغيرها ولا نخلي الموضوع مختلف عني عشان ما نشعر بالملل في العلاقة وهو طبيعي لازم يكون فيه نقاط فيها تشابه وفيه نقاط فيها اختلاف النقاط اللي فيها تشابه لأننا لازم نركز فيها العامل الاجتماعي لازم يكون متقارب العامل الثقافي العامل الفكري العامل المادي هاي كلها إذا كنا نحنا متشابهين فيها أو إذا كانت زوجة متشابهين فيها بيسهل عليهم الحياة الزوجية لكن الاختلاف في بعض مثلا الأطباع اللي أنا ممكن أغيرها أو الصفات أو غيرها هذه بالعكس بتعطي نكهة حلوة للحياة الزوجية أطلا بتضفي تغيير لهم لكن لو كانوا متشابهين ما تكون في أي تغيير أساساً إحنا كأمم الله خلقنا مختلفين صحيح لو خلقنا الله متشابه ما تقدمنا ما وصل للحضارات متقدمة لهذا الرقي لهذا التقدم بالضبط كثير من الأزواج نشوف مثلاً هذه هذه وهو هذه فلما تدخلين بيتهم مثلاً تحسين بهدوء عجيب يعني حتى ما تكرهين هذا الهدوء هذا يتكلم بهدوء هذا يتكلم بهدوء هذا ساكت هذا يساكت يعني هم هذين كيف يعيشون والعكس تماماً واحدة مثلاً شخصية تقوية تحب التسلط مثلاً والرجل يحب مثلاً يكون أيضاً يعني ما يرضى فالأطباع هذه يعني كيف إحنا ممكن اليوم نختار مثلاً الإنسان اللي تناسبني أنا هل أختار شخصية عكس شخصيتي تماماً ولا أنا لابد أني عندي ثقافة دراسة شخصية أنماط الشخصيات قبل الزواج أكيد لابد أني يكون عندي تثقيف وعي تام باختلاف الأطباع بأنماط كيفية التعامل مع الأشخاص الثانين أنا بخلاف أني أنا عايش مثلاً أنت حصك في واحد مع الزواج ترى أنا لما أصير أشتغل قابل كثير من الناس من الناس يعني باختلاف الثقافات باختلاف الجنسيات الأطباع المعتقدات الديانات فأنا مضطر أني أنا أتكيف معهم أني أنا أخذ وعطي أني أنا أكون مرن وأكون على وعي تام بتعاملي وياهم هذا شيء الشيء الثاني طبعاً الزوجين لازم يكون بينهم هذا التفاهم يعني فيه اختلاف حلو يكمل بين الزوجين مثلاً لازم الزوج والزوجين يركزون على نقاط القوة ونقاط الضحف لكل منهم فكل واحد عندنا نقاط الضحف يبتدي ينميها وممكن تكون عنده نقاط الضحف هذا يكملها منه الزوج الثاني فالحياة الزوجية مع الاختلاف هذا تؤدي إلى التكامل يكون بينهم تكامل جميل أستاذ علي يمكن ذكرنا في بداية حديثنا عن موضوع الخطبة أو مرحلة الخطبة أحياناً في مرحلة الخطبة يمكن لاحظة الأشخاص مثلاً يحاولون يبرجون أفضل صفاتهم يمكن عشان يجذبون أو يكونون مناسبين للشريك الثاني لكن كيف ممكن يعرفون أطباع بعض الحقيقية أو أهم الأطباع الموجودة في الطرف الآخر هل مثلاً عن طريق سؤال مباشر سؤال الأهل أو بأي طريقة ممكن يتعرف على الصفات أو الطباع الأساسية شوفوا هو في البداية لازم كل منهم بيظهر أقوى ما عنده بيظهر مهارات بيظهر شكل بأجمل صورة بيكون وممثل الملاء لكن مع الأخذ والعطم مع النقاشات بتبين طبوع كل شخص منهم ولماذا بيتم تقمص شخصية من شخصيته مستحيل ونحن مثل ما يقول مثل تكلم كي أراك مع كثرة الكلام مع كثرة النقاش والحوارات هذه أنا بعرف شخصية هذا الشخص بعرف أطباعه بعرف شو ثلبياته وشو إيجافياته شو نقاط ضعفه وشو نقاط قوته وبعرف كيف أتعامل وياه على هذا النمار يعني ما بي يوم وبيزل ما بي يوم بي يكون على طبيعته أكيد بي يكون على طبيعته صحيح أحنا بي يتأثر علينا وايد أستاذ علي يعني بعض الطباع والعادات والتقاليد وخاصة الرجل الغيرة مثلا يغار على زوجتا كثير هي تغار على زوجها وايد إذا صار مثلا إذا صارت الغيرة مثلا خلينا نقول يعني تجاوزت مثلا حدودها مثلا ويقول أنا ريالة غارة على زوجتي أنا ريال أنا دمي عربي وأنا كذا وأنا كذا هاي الشعارات اللي يقولونها وهي تقول لنا زين أنا مش غلط فيقول لا أنا طبيعة شدي وأنت إذا ما تبين فتتفاقم المشكلة ما بينهم فهي تتفاجأ لما هو بهذه الحدية يعني الأسلوب هل تنتظر مثلا الوقت المناسب أنه تكلمه أو أنه مثلا هي يعني تقول أنا بعد سنة ما تحمل كرامتي كذا متى نقدر نوازن نحن بين هذه الأمور خاصة يعني أن العادات والتقاليد تأثر على علاقات الزوجية أولا الغيرة بالعكس صفة مطلوبة وأساسين بين الزوجين يعني الغيرة هي أساس الحب ولكن ما أفرط في موضوع الغيرة لأن الشيء زايد عن حدي ينقلب ضده أوازن أمسك الحصة من الوسط إذا كان موضوع الغيرة مثلا أو مثلا في موضوع معين ممكن إضايج الزوج المفروض على الزوج أنها تحترم قراراته وكذلك الزوج يأخذونه ويعطونه يتناقشون يكون في حوار نقاش بينهم يا هي تقنعها يا هو يقنعها فبهالحوارات هذه أو النقاشات هذه ممكن يوصلون لحل ولكن إذا هو تمسك برايه وهي تمسكت برايها وعالده وبعض ما بيوصلون لأي حل بالعكس المشكلة بتتفاقهم بتكبر الزيادة وممكن تؤدي إلى الانفصال تمهم أستاذة علي يمكن بعض الأحيان نلاحظ أن الزوج أو الزوج يكتشفون مثلا صفة سيئة أو ما تناصبهم مثلا على سبيل المثال صفة معينة هي ما يعجبها في الريال أو هو أيضا صفة معينة ما تعجبها في المرأة لكن يقول ما علي مع الأيام أنا بغيرها أو أنا بغيرها هل فعلا ممكن للشخص أنه يغير الطرف وليه ندخل في موضوع أكثر حول الواحد وطبيعته وطرق التغيير وماش هذا وهو طبعا مع العشرة بتتغير وائد أشياء هذا شيء الشيء الثاني هنا تكمن يعني مهارة الزوج أو الزوجة وذكاءهم كيف في أنهم يغيرون من الشخص الثاني كيف نظرتهم من الشخص لهذا أنا لما بي أنظر مثلا للزوج أو للزوجة أنا أشوف إيجابياتها وأشوف سلبياتها أشوف إيجابياتها وأشجحها عليها وأثني عليها بالعكس عشان أتم استمر بهذا الشيء سلبياتها ما أي أناقش أسيدة في سلبياتها لا ولا أن أنا أتخذ مثلا موقف من سلبياتها وأكبر المشكلة وأولد كراهية أو يعني أو حواجز بين بين الزوج بالعكس أنا هذه السلبيات أحولها لإيجابيات كيف أغير أغير من طبيعة هذا الشخص أغير من طبعا في طبعا في أطباع ما تتغير إحنا عارفينها وفي أطباع ممكن إحنا نتغير ليش لأن في عنا الصفات نحن نكتسبها من البيئة اللي نعيش فيها وهذه الصفات أساسا متغيرة فأهنا تكمل شطارة الزوج كيف يغيرونها بطريقة تكون جدا يعني راقية وجدا ممتازة وجدا ذكية بدون يعني خسائر أو بدون مشاكل تمام إذن نحاول بطريقة أو بطريقة لبيئة أو بطريقة ما تزعج الآخر أن نبهى على بعض الصفات التي لا تلق منها وبعدين الشخص يمكن التغيير يبدأ من نفسه ساذة علي أحمد الحرمي مدربة معتمدة في مركز الأكاديمية لاستشارات الإدارية والتربوية شكرا على هذه المعلومات يعطيت العافية الله يعافيكم وأنا شكر لكم استضافت للمرة الثانية بنامج صباح الشارجة هذه القناة المتميزة راتيكم العافية